درسنا اليوم عن التراكيب الخطية مثلاً إذا كان لديكم المتجهات V1, V2 إلى VN وجميعها موجودة في الفضاء RN التركيب الخطي لهذه المتجهات هو ناتج جمعها بعد ضرب كل متجه في ثابت معين أي في كمية قياسية معينة أي C1 ضرب V1 زائد C2 ضرب V2 إلى Cn ضرب VN جميع قيم C1 إلى Cn أعداد حقيقية لنحاول حل بعض الأمثلة على التراكيب الخطية إذا كان المتجه A يساوي 1, 2 والمتجه B يساوي 0, 3 ما التركيب الخطي لـ A و B اختاروا أي ثابت واضربوه في A و B مثلاً صفر ضرب A زائد صفر ضرب B ويساوي المتجه الصفري صفر صفر بإمكانكم كتابة العدد الصفر بدلاً من المتجه صفر صفر اختاروا ثابت أخرى مثلاً ثلاثة ضرب A زائد سالب 2 ضرب B يساوي 3 ناقص 2 ضرب 0 ثلاثة ناقص 0 وثلاثة ضرب 2 يساوي 6 ناقص 2 ضرب 3 أي ناقص 6 إذن التركيب الخطي لـ A و B هو المتجه 3 صفر تستطيعون استخدام أي أعداد حقيقية والحصول على العديد من التركيب الخطي للمتجهين A و B وبإمكانكم إضافة المزيد من المتجهات إلى المجموعة لاحظوا أنكم تضربون كل متجه في ثابت ما ثم تجمعون المتجهات ولا تضربون المتجهات في بعضها لهذا السبب نستخدم مصطلح التركيب الخطي ولكن ما هي مجموعة المتجهات التي يمكن الحصول عليها من التركيب الخطي لـ A و B؟ حاولوا معرفة الإجابة عن طريق رسم المتجهات بيانياً المتجه A يساوي 1-2 أي شكل المتجه يجب أن يكون هكذا والمتجه B يساوي 0-3 إذن أرسم المتجه هكذا ما هي مجموعة المتجهات التي يمكنكم الحصول عليها عن طريق جمع أو طرح هذين المتجهين؟ إذا ضربتم كل متجه في صفر ثم جمعتم المتجهين يكون الناتج يساوي 0 أي هذه النقطة وإذا ضربتم 3 في A تزداد قيمة المتجه بمقدار 3 وبالتالي يصبح شكل المتجه 3A هكذا والمتجه سالب B هو هذا المتجه ويكون المتجه سالب 2B هكذا وبالتالي متجه 3A-2B هو هذا المتجه والتركيب الخطي هو المتجه 3-0 أي هذا المتجه بإمكانكم رسم المزيد من التركيب الخطية لـ A و B مثلاً متجه A ضرب 1.5 هو هذا المتجه وبالتالي متجه 1.5 A-2B يكون هكذا وبالتالي يكون متجه التركيب الخطي هكذا هذا يعني أنه بإمكانكم رسم أي متجه في R-2 باستخدام التركيب الخطي لـ A و B مثلاً إذا ازدادت قيمة المتجه A بمقدار معين وأضفتم إليه حاصل ضرب B في A ثابت لا بد أن يكون الناتج موجود على هذا الخط وإذا ازدادت قيمة A أكثر وأضفتم إليها حاصل ضرب B في ثابت ما يكون الناتج على هذا الخط أما إذا ضربتم A في عدد سالب وأضفتم إليه B ضرب ثابت يكون الناتج على هذا الخط لا يوجد أي قيود على قيم A و B بإمكانكم اختيار أي قيمة ورسم أي نقطة في R-2 مثلاً إذا أردتم رسم هذه النقطة بإمكانكم اختيار قيمة أصغر لـ A وإضافة B إليها وبالتالي تحصلون على هذا الخط هذا يعني أن مدى المتجهين A و B يساوي R-2 أي جميع المتجهات في R-2 هذا يعني أنكم تستطيعون تمثيل أي متجه في R-2 باستخدام التركيب الخطي لـ A و B ولكن هل يمكن القيام بذلك باستخدام أي متجهين؟ مثلاً مثلاً إذا كان المتجه A يساوي 2-2 أي هذا المتجه والمتجه B يساوي سالب 2-2 أي هذا المتجه هل يمكن تمثيل أي متجه باستخدام التركيب الخطي لهذين المتجهين؟ بإمكانكم زيادة A و B إلى أعلى وأسفل وبالتالي أي تركيب خطي لـ A و B يجب أن يكون على هذا الخط أي يجب أن يكون ميل المتجه نفس ميل A و B ولكن من المستحيل أن يكون الناتج متجهاً بميل مختلف عن A و B مثل هذا المتجه C وبالتالي مدى A و B هو هذا الخط الأفقي وليس R2 هذا يعني أن المدى لمتجهين لا يساوي R2 دائماً مثلاً ما هو مدى المتجه الصفري؟ بغض النظر عن قيمة الثابت يكون حاصل ضرب الثابت في المتجه الصفري دائماً صفر إذن مدى المتجه الصفري يساوي المتجه الصفري لنعود إلى المثال السابق حيث كان المتجه A يساوي 1-2 مدى المتجه A يساوي جميع المتجهات التي يمكن الحصول عليها من التركيب الخطي لـ A فقط أي C ضرب A هذا يعني أن مدى المتجه A هو الخط الذي يتكون بفعل زيادة قيمة A أو تقليلها يجب أن يكون هناك متجهان غير متعامدان ليكون المدى يساوي R2 مثل المتجهين A و B في هذا المثال وكذلك متجهات الوحدة I و J المستخدمة في الفيزياء مداها يساوي R2 المتجه I يساوي 1-0 أي هذا المتجه والمتجه J يساوي 0-1 أي هذا المتجه وكل المتجهان متعامدان أي أن الزاوية بينهما تساوي 90 درجة لاحظوا أنكم تستطيعون تمثيل أي متجه في R2 باستخدام تركيب خطي لهما هذا يعني أن مدى مجموعة متجهات معينة مثلا V1 V2 إلى VN يساوي مجموعة المتجهات C1 ضرب V1 زائد C2 ضرب V2 حتى CN ضرب VN هذا يعني أن CI عنصر في الأعداد الحقيقية إذا كانت قيمة I أكبر من أو تساوي 1 وأصغر من أو تساوي N تستطيعون ضرب كل متجه في أي عدد حقيقي ثم تجمعون الناتج للحصول على التركيب الخطي لمجموعة المتجهات والمدى هو جميع التراكيب الخطية التي يمكنكم الحصول عليها من المتجهات حاولوا الآن إثبات هذه القاعدة باستخدام علم الجبر إذا كان المتجه A يساوي 1-2 والمتجه B يساوي 0-3 وتريدون تمثيل المتجه X في R2 وإحداثياته هي X1 X2 سنحاول إثبات أنه بإمكاننا الحصول على أي متجه مكون من X1 و X2 باستخدام تركيب خطي لـ A و B هذا يعني أن C1 ضرب A زائد C2 ضرب المتجه B يجب أن يساوي المتجه X C1 ضرب المتجه 1-2 زائد C2 ضرب المتجه 0-3 يساوي المتجه X1 X2 إذا كانت هذه المعادلة صحيحة هذا يعني أن C1 ضرب 1 زائد C2 ضرب 0 يجب أن يساوي X1 و C1 ضرب 2 زائد C2 ضرب 3 يجب أن يساوي X2 إذا تمكنتم من إثبات أنكم تستطيعون إيجاد قيم C1 و C2 باستخدام X1 و X2 هذا يعني أنكم تستطيعون تمثيل أي متجه في R2 باستخدام تركيب خطي لـ A و B لاحظوا أن هذا نظام معادلات من متغيرين أضرب المعادلة الأولى في سالب 2 تصبح المعادلة سالب 2C1 زائد 0 يساوي سالب 2X1 اجمعوا هذه المعادلة والمعادلة الثانية اختصروا 2C1 مع سالب 2C1 3C2 يساوي X2 ناقص 2X1 اقسموا الطرفين على 3 C2 يساوي 1 على 3 ضرب X2 ناقص 2X1 لاحظوا أن C1 في المعادلة الأولى يساوي X1 وهكذا حصلتم على معادلتين لحساب قيم C1 و C2 وهكذا إذا كانت قيم X1 و X2 معروفة تستطيعون إيجاد قيم C1 و C2 التي يجب أن تضربوا بها المتجهين A و B ليكون الناتج المتجه X1 X2 مثلاً إذا كان المتجه X يساوي 2x2 أي X1 يساوي 2 و X2 يساوي 2 ما التركيب الخطي لـ A و B؟ بما أن C1 يساوي X1 هذا يعني أن C1 يساوي 2 و C2 يساوي 1 على 3 ضرب 2 ناقص 2 ضرب 2 و يساوي 1 على 3 ضرب 2 ناقص 4 و يساوي سالب 2 على 3 هذا يعني أن 2 ضرب المتجه A ناقص 2 على 3 ضرب المتجه B يجب أن يكون ناتج المتجه 2-2 تحققوا من ذلك بأنفسكم 2 ضرب المتجه 1-2 ناقص 2 على 3 ضرب المتجه 0-3 يجب أن يساوي المتجه 2-2 وبهذا ينتهي الحل